السلام عليكم هذا الفيديو بتحدث فيه عن تفاصيل أطول خصوف جزئي في القرن الواحد والعشرين اللي رح يصير بكرة في البداية بدي أوضح ما هو الخصوف من المعروف أن القمر يدور حول الأرض كل 28 يوم في مدار مائل لكن لأنه هذا المدار مترنح فأثناء ترنحه تمر أشعر يكون فيها القمر يمر خلف الأرض بالضبط فبالتالي رح يظهر عليه ظل الأرض إذن الخصوف هو مرور القمر في ظل الأرض وظل الأرض نوعين ظل كامل يسمى أمرأ وشبه الظل يسمى بين أمرأ مرور القمر في شبه الظل ما يظهر بشكل واضح لكن مروره في ظل الكامل يظهر على القمر باللون الأحمر بسبب الانكسارات في الغلاف الجوي بعد ما عرفنا أنواع الظل رح نقسم الخصوف لثلاث أنواع أولاً الخصوف الكلي وهو مرور القمر من منطقة الظل الكامل المسمى أمرأ ثانياً خصوف شبه الظل أن القمر يمر فقط من منطقة شبه الظل المسمى بين أمرأ والنوع الثالث هو الخصوف الجزئي وهو مرور القمر من بين المنطقتين الظل وشبه الظل الخسوف اللي رح يصير بكرة هو خسوف جزئي ويعد أطول خسوف جزئي في القرن الواحد والعشرين لأنه رح يستمر ثلاث ساعات وثمانية وعشرين دقيقة ترتيب أحداث الخسوف الخسوف يبدأ من الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش حيث يبدأ القمر في هذاك الوقت بالدخول لمنطقة شبه الظل ويدخل القمر في منطقة الظل الأمبراء على الساعة السابعة وثمانتاش دقيقة ويستمر في منطقة شبه الظل لثلاث ساعات ونصف ورح يغطي الظل من القمر سبعة وتسعين بالمية يعني لو لا الثلاثة بالمية اللي في الخارج لصنف على إنه خسوف كلي ورح يخرج من منطقة الظل الكامل في الساعة العاشرة وسبعة وربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش وعلشان أختصر عليك تحويل الوقت من توقيت دولتك لجرينيتش رح حط هذا الموقع في الوصف عداد تنازلي لكم تبقى للخسوف للأسف هذا الخسوف لن يشاهد من الدول العربية فقد المغرب ستتمكن من مشاهدة بداية الخسوف فجرا ويشاهد الخسوف أيضا من أمريكا الشمالية والجنوبية وإستراليا ولأن معظم المشاهدين من الدول العربية وعلى شامة فوتهم الظاهرة رح حط في الوصف رابط لبث مباشر لهذا الخسوف أسئلة متكررة عن الخسوف هل مشاهدة الخسوف مباشرة تضر العين؟ الجواب لا يمكن مشاهدة الخسوف مباشرة بدون أي نظرات خاصة على عكس الكسوف هل الخسوف له تأثير على الأرض؟ رح تسبب كوارث؟ الإجابة لا الخسوف ما له أي تأثير على الأرض هاي الجزئية لمتابعين القناة في حلقة أدلت أن الخسوف بسبب ظل الأرض وضعنا عدة شروط على الخسوف لنثبت أنه بسبب ظل الأرض والآن راجع هذه الشروط ونتأكد أنها تنطبق على الخسوف القادم أم لا أول شرط أنه أثناء الخسوف يكون القمر بدر وفعلا بكرة القمر يكون بدر ثاني شرط أنه يكون في الجهة المقابلة للشمس وفعلا في الوقت اللي تكون الشمس فوق الدول العربية يكون الخسوف فوق المحيط في الجهة المقابلة بالضبط الشرط الثالث هو أنه بعد الخسوف بـ 14 يوم يحدث كسوف وفعلا بعد 14 يوم يصير كسوف كلي في القطب الجنوبي ليش 14 يوم؟ لأنه مدة دوران القمر حول الأرض 28 يوم إذن 14 يوم نصف دورة فلما يكون وقت الخسوف يعني القمر وراء الأرض لما يمر 14 يوم يصير القمر أمام الأرض فيصير كسوف مثل ما توقعنا للي حاب يتعمق بأدلة أن الخسوف بسبب ظل الأرض رح ترك لك رابط فيديو الأدلة في الوصف ورابط البث المباشر للخسوف وعلى التنازلي لكم تبقى من الخسوف أيضا في الوصف في أمان الله ترجمة نانسي قنقر